في هذا الفيديو سنتحدث عن عشبهات القطف والاسم بالدريجة وين ممكن تلقها ومنافعها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنتحدث عن عشبة مهمة بثاف وهي عشبة القطف القطف تسمى بالدريجة باسم أرسن وهذا الاسم هو اسم أمازيغي وكذلك القطف وهناك أنواع واحد من نوع سام و واحد من نوع غير سام النوع السام يسمى بالأمازيغية أرمس نيرغمان تعني القطف للجمال يأكله الجمال بثاف وهذا النوع يقوله منوع أنه يتناول الإنسان وفي الجزائر تسمى القطف أو الصرقم القطف أو الصرقم في كي تواجد هذا القطف في كي تواجد هذا القطف في المغريب وهنا بعد صور القطف صور من المغريب هذه نبتة القطف من هنا يتناول صور المغريب من أجتناول الصور المغريب في كي تواجد هذا القطف الشرق ورجزت بالضبط في فالي ديتز الوات ديتز تقريبا منطقة بومال بومال ديتز وهذه صورة مأخوذها من الريف بالضبط في منطقات زيو بالقرب من نهر ملوية وهناي كذلك مأخوذها بقرب نهر ملوية بمنطقة ميسور قليم بومال وهذه النبتة هذه تكون تنبت بثاف تعطي الظهور ديالها في شهر ماي حتى الأكتوبر من شهر خمسة حتى الشهر أكتوبر وهذه تتوجد بثاف تتوجد في المنطقة التي فيها الرملة وفيها الحجر الحجر وكتكون الجنب الواد نبتة القطف فيها عندها بزاف ديال الأسماء ومسميات في الكتب العربية وفيها وكينقاسم لجوج أنواع من نوع الأول كيتسمى القطف البري وعنده بزاف ديال المرادفات والأسماء هذا القطف البري كيتسمى كذلك البقلة الذهبية وكيتسمى مرمق وكيتسمى سريج وكيتسمى بقلة الروم وكيتسمى ريحان يمني وكيتسمى خوشان وكيتسمى الأسفاناخ الرومي وكيتسمى رجل الجراد وكيتسمى لم لم وفي الفرنسية هاد القطف البري كيتسمى بالفرنسية أغوش ولا كيتسمى بون دان بون دان ولا بيل دان وفي الإنجليزية كيتسمى أوراش ولا كيتسمى مونتاني سبينيش والاسم العلمي ديال القطف البري كيتسمى أتخي بليكس وارتين سيس والنوع الثاني كيتسمى بالقطف البحري كيتسمى كذلك الشان القلي وكيتسمى البقلة وكيتسمى الملحة وكيتسمى المليح وكيتسمى ملاح أو ملوح أو مليح أو رغل وقاقلي وكيتسمى في السودان جوردل وبالفرنسية القطف البحري كيتسمى بالفرنسية أغوش عليم وكيتسمى أغوش دو مير وكيتسمى كذلك بور بيه دو مير وبالإنجليزية كيتسمى سيا أوراش من بالمنافع ديال القطف البري فانه كيعالج مشاكل الجهاز تناسولين عند المرأة وكيعالج كذلك التخلص وكيساعد كذلك على التخلص من تكيوس المابايد وكيدوب كذلك الأورام الرحمية الليفية الحميدة والسرطانية بجوجهم وكيتسخدم في علاج السرطان الثادي كيساعد في أنه كيكبح العلاج وكيكبح سرطان الثادي وكيساعد على التخلص من الحكى المهبلية النتيجة على الالتهابات البكتيرية وكيعالج كذلك بالنسبة للي عندهم تأخر في الإنجاب أنه كيعالج المشاكل اللي كتسبب هاد العقم عند النساء وكيحيد التكيوسات والأورام والالتهابات النسائية وكيساعد كذلك على التخلص من انسيذات القنوات في قنوات فالوب وكيساعد على حل المشاكل التأخر للإنجاب طريقة الاستعمال ديالو فهو كيتشرب على شكل منقوع كدام عرقة صغيرة في كاز وكتزيد علي المسخون وكيساعد بعد 10 دقائق حتى تدوب جميع العناصير وكي تصف الخليط وكي تصف ذلك المشروب وكي تشرب ذلك الكاس بجوج المرات حتى ثلاثة المرات في اليوم وبنسبة للي بغاول الناس اللي الإنجاب فأنه من الأحسن يتخذ مع العسل والخبراء ينصحوا أنه يتخذ مع العسل فكان أحسن بالنسبة لأضرار ديالو وأنه بالنسبة للناس اللي مرض في الكيلي عندهم الكيليا ضعيفة فمن الأحسن يتجنبوه هذا القطف هذا القطف من الأحسن يتجنبوه حيث كي يسبب كي يقدر يكون الحجر في الكلاوي وكذلك من الأحسن النساء الحواميل والردع والمرضيعات أنهم يتجنبوه العيالات اللي كيردعوا العيالات اللي حملات أنه من الأحسن يتجنبوه هذه العشبة هذه إذن كانوا هدوهما بعض النصائحة لا عشبة القطف كانت تمنى أنكم تكونوا استفت معنا ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر جيم إلى عجبكم هذا الفيديو هذا وتشوفوا في فيديو جاي إن شاء الله